حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش من أن الكارثة المناخية لا تزال ماثلة رغم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأطراف للمناخ معتبراً أن الإرادة السياسية الجماعية لم تكن كافية للتغلب على التناقضات العميقة بين الدول وأن الوقت قد حان للانتقال إلى وضعية طوارئ مؤتمر الأطراف فشل بهذه الكلمات عبر هذا الناشط عن خيبة آماله في مخرجات المؤتمر الذي عقد في مدينة غلاسكول سكوتلندي على مدار أسبوعين لكن ليس فقط الناشطين في مجال البيئة من خاب أمالهم فقد عبر رئيس المؤتمر هو الآخر عن هذه الخيبة خلال كلمته في ختام المؤتمر بيان غلاسكو النهائي تبنى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري لكنه واجه معارضة من الصين والهند عندما تم التطرق إلى الفحم والوقود الأخفوري ليتم استخدام مفردات في النص النهائي كانت أقل دقة من المسودات السابقة لكن ذكر هذه الملوثات في النص النهائي اعتبر تاريخيا المؤتمر شهد أيضا مقاومة من الدول الغنية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بآلية تمويل الخسائر والأضرار التي تسبب بها تغير المناخ في الدول النامية ليتم الاكتفاء بالتعهد بحوار مستقبلي حول الموضوع فقط مخرجات مؤتمر غلاسكو لم تلبي طموحات الكثيرين خاصة الرئيس المؤتمر الذي ذرف الدموع في إحدى اللحظات May I just say to all delegates I apologise for the way this process has unfolded and I'm deeply sorry I also understand the deep disappointment but I think as you have noted it's also vital that we protect this package بين الخيبة التي عبر عنها كثيرون ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة بقوله إن المؤتمر انتهى بخطوات إلى الأمام مرحبا بها لكنها ليست كافية وبين آخرين أكثر أملا مثل رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية الذين اعتبران الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح فإن العمل لم ينتهي بعد وما يفرضه واقع التحديات المناخية في الوقت الحاضر قد يضع العالم على محك الالتزام بما يحمي عالمنا في المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر